يرفعون العلم الفلسطيني عاليا خفاقا يؤمنون بعدالة القضية بالاستقلال والحرية يتضامنون بكل طاقاتهم وفي مختلف المحافل عربيا ودوليا رياضيا اقتصاديا وسياسيا نشاطات واحتفالات اجتماعات وندوات تحمل رسائل خاصة للشعب الفلسطيني رسائل بمعان ودلالات تؤكد الحق الفلسطيني غير القابل للتصرف حيث يصادف اليوم التاسع والعشرون تشرين ثاني نوفمبر يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الذي يعد نافذة للفت أنظار المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية بتبن وتنظيم من الأمم المتحدة بناء على قرار الجمعية العامة في ديسمبر عام سبعة وسبعين فعاليات عدة تنظم احتفاء باليوم الدولي التضامني في مختلف العواصم في وقت تزداد فيه انتهاكات واعتداءات الاحتلال يوميا ضد الشعب الفلسطيني قتل وأسر واقتحامة شبه يومية تدنيس للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية تتصاعد وطيرة العنف وفي المقابل تتسع دائرة المتضامنين يوما بعد يوم لتشكل حاجز دعم وإسناد معنوي للفلسطينيين في الوطن والشتات وليمتد الشريان الفلسطيني موحدا كل أقطار العالم ومرسلا الشكر والفخر والامتنان بسبيل انتزاع حقه بأرضه ووطنه وهويته أسوة ببقية شعوب الأرض صفاء الهبيل تلفزيون فلسطين